السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حكم صيام أول يوم من شهر رجب نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في البداية أدعو حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة وتفعيل الجرز من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد نرجع لسؤالنا ما هو حكم صيام أول يوم من شهر رجب الحقيقة للأمانة العلمية لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد يعني النبي ما قال شي لازم نصوم أول يوم من شهر رجب لكن ورد الاستحباب من الاكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات في الأشهر الحرم وإحنا عارفين إن شهر رجب من الأشهر الحرم بفضل الله سبحانه وتعالى ولا شك إن الصيام حبيبي من أعظم الطاعات التي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث كدسي أن المولى عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الله أكبر فالمولى عز وجل جعل الصيام من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وجاء في حديث آخر رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه سبعين خريفا سبعين سنة بصيام يوم واحد حبيبي ربنا يبعد النار عن وجهنا يوم الإيامة سبعين سنة وفي رواية أخرى عند النسائي بإسناد حسن من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه مسيرة مئة عام الله أكبر يعني مئة سنة النار تبعد عن وجهنا مئة سنة حبيبي بصيام يوم واحد من صيام أيام النوافل بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك فيستحب الاكثار من الصيام في شهر رجب قدر الاستطاعة ويرى جمهور العلماء استحباب الاكثار من الصيام في شهر رجب لأنه من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الاكثار من العمل الصالح ولذلك حبيبي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب اكثاره من الصيام في شهر شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله فأحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم الدلالة من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم انه شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان معنى ذلك ان كل الاهتمام برجب ورمضان واضح كده يعني ان السلف الصالح كانوا يهتمون غاية الاهتمام بشهر رجب وشهر رمضان فاراد النبي ايضا ان يلفت نظرهم الى ان يهتموا بشهر شعبان لانه الشهر الذي ترفع فيه كل اعمال السنة الى الله سبحانه وتعالى اذا يا حبيبي فليس هناك نص على اننا نصوم اول يوم في شهر رجب لكن هناك نصوص تدلنا على استحباب الاكثار من الصيام ومن كل الطاعات طوال شهر رجب وفي الاشهر الحرم على وجه الخصوص بفضل الله سبحانه وتعالى اذا فاكثروا في شهر رجب من الصيام والقيام وقراءة الكرآن وبر الوالدين وصلة الارحم ونشر الخير وإكرام الضيف وتصدق قدر المستطاع ولو بالقليل والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فهو شهر البركة وشهر الخير الذي تصب فيه من رحمات الله ومن بركات الله ما لا يخطر على قلب بشر فاشتهدوا يا احبابي في هذا الشهر الكريم المبارك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله شهر بركة ورحمة وخير ورزق على كل المسلمين في كل أنحاء الأرض يا رب العالمين وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر